تحدي الدولة الكرة القدم تبقى لعقوبات البطولة كسعامل الأندية في غرامات على اللعبين أو الأندية اللي لعبتها بتاخد إنذارات وطرد فطبعاً الأهلي مودست اخد طرد وفيه تاعة أربع إنذارات كانوا في المباراة بس مودست يعني العقوبة يعني كبرت بسبب الطرد بتاع مودست بتبتتكلم في كم بقى؟ بتتكلم في 50 ألف فرانك سويسري 50 ألف فرانك سويسري نصهم لمودست أصلاً يعني بسبب الطرد والبقى للإنذارات 50 ألف فرانك سويسري دول يعملوا كام؟ يعملوا حوالي 1.800.000 جنيه مصري 1.800.000 جنيه مصري طبعاً هيخصموا من المكافأة اللي هلا ياخدها في كأس العالم للآن داي يعني مودست لرحم ولا ساب رحمة رب لا تدفل مش عارف كرة يعني إيه نسع تحطف مع مودست يعني عادة بطبعي بقول إيه ما هو لازم ياخد شوية فرص كمان بس يعني غريب عجيب غريب عجيب حتى البطولة اللي احنا كنا مستنين نشوف فيها بقى مودست وهيطلع أنا فاكر قبل المباراة بيوم مباراة تحت جدة بقول لكم إيه الأجواء العالمية بقى وبطولة العالمية هيشم ريحة أوروبا تاني وهيعيش أجواء فهيرجع مودست مالحيقش الراجل مالحيق يدوبك دخل خرج دخل وخرج قام بتبقى ترايح زيارة كده ترايح متضرر رايح زيارة لحد وانت متضرر بس عايزة تعمل واجب يعني فدخلت سلمت سلام عليكم والله يعني كويس لا أطمنت عليك مودست عمل كده بالضبط دخل سلام علي العيبة الأهلي كويس لا أطمنت عليكم وعلى النتيجة سلام عليكم فمش هادر عم ما شوفش منك حاجة خالص يعني بس الأهلي شاف غرموت كمان ماشي كهربا بعد طرد مودست بالمناسبة كان أكتر لعب وقف مع مودست وقعد يطيب خطره يعني ويوسيه ويهزر معاه وأصر أنه يحتفل معاه بالفوز على اتحاد جدة ورأس معاه كتير جدا رغم كده مودست كان في حالة صدمة وزهول من الطرد هو كان عايز بصراحة حسب معلوماتنا أن مودست كان عايز يظهر في كاس العالم الأندية بشكل كويس كان عايز يعني كلر من ناحيته دعم مودست وقف معاه برضو بعد المباراة وتكلم معاه وحاول يخفف عليه ويطيب خطره بعد الطرد بس خلاص يعني فرصة اللاعب فعلا كانت كاس العالم الأندية فرصة كبيرة يعني